ننطلق من العاصمة أبو ظبي حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الذي يقوم بزيارة أخوية للدولة بحث العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون في المجالات التنموية وغيرها واستعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في قطاع غزة ولبنان مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع ولبنان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الدعم الإنساني الكافي لهم كما شدد على الموقف الإماراتي الأردني الثابت تجاه الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني الشقيق